اشتركوا في القناة مش بالطريقة اللي انتم متعودين عليها لا رح يكون فيها ايجابيات ومغريات اعيشك بهم ولا رح اعطيكوا سلبيات ودمركوا واخليكوا تحبطوا التوقعات السنة رح تروح مثل اللي متعودين على التوقعات اليومية اللي كانت تنزل اللي هي بيوت 12 بيت يعني احداث حياتك بالكامل من نفسية من مال من تنقلات من بيت من امور عاطفية من امور سفر من امور عمل من امور صحة من امور مكائد من كل الامور رح نحكي عنها تواريخها يعني زي رزنامة فعشان هيك الامر بتطلب منكو ورقة وقلم للتسجيل خصوصا للبيوت اللي انتو وابدكو يعني كل بيت رح اشرح البيت هو معناها برج بيصير اسمه بيت على حسب برجكم رح نشرحها بالتفصيل وكل بيت شو معناه وبيأثر على ايش افضل الاوقات لالو اسوأ الاوقات لالو الافضل الاوقات اللي احنا منقول لكم مميزة هاي رح يصير فيها احداث ممكن تستفيدوا منها رح نحكيها فعشان هيك يبتطلب ورقة وقلم عشان انتو تسجلوا ما رح اعيشكم بوهم ولا رح احكي لكم اي اش بوهم اللي احنا منحكيه عبارة عن علم مبني على حسابات بدون اي فزلكات بدون اي اوهم ولا انت احسن برج وانت بدك تتجوز وانت بدك تطير وانت بدك تسافر وانت هذا الكلام لا احنا رح نكون يعني محايدين تماما في نقل صورة الابرج وفي نفس اللحظة تواريخ زي روزنامة تستغلها بدون ما ترجع لا اي فلك وتكون ماشي معك بشكل ممتاز جدا وتحسب عليها انت لحالك وتعمل زي خارطة فلكية لا اليك لحالة خاصة فيك اذا اخدت التواريخ زي ما انا رح اذكرها وبنفس الطريقة اللي رح اذكرها اعرف انه انت باذن الله رح تتجاوز يعني سنة رح تكون مهما كانت ضاغطة رح تكون ممتازة بالنسبة للك فعشان هيك يا ريت انه انتو تركزوا ممكن تطلب تسمعها مرة او مرتين حتى لو طلبت انك تحفظها احفظها ما تنسوني من الدعم اذا عجبك المحتوى حط لايك اكتب شير حاول توصلها للناس خلي الناس تستفيد منها ما عجبك المحتوى عادي حط اللي ديس لايك وعمل لي انه ما بدك تتابعني او بلوك او اي اش انت بدك يا خلينا ندخل على التوقعات مباشرة عشان ما اطيل عليكم المقدمة هاي هاي المقدمة رح تنزل على كل الابراج طبعا اللي انا بحكيه هو بنطبق على البرج وعلى الطالع يعني لما نحكي برج الحمل هو اللي برجهم حمل يسمعوا واللي طالعهم حمل يسمعوا الثور نفس الشي برجهم وطالعهم اي بنطبق عليهم وبنطبق على هدول فخد انت الجهتين ما انه علاقة في البرج الباطن والبرج المش عارف ايش وبرج القمري وبرج النازل موليد برج الحمل واللي طالعهم حمل هم اللي بستفيدوا من هاي التواريخ بحكي عن الاسد برجهم الاسد وطالعهم الاسد هم اللي بستفيدوا عن هاي الامور وكل واحد بقيس على حسب معرفته في علم الفلك معرفة فيه في صندوق الوصف جدول تقدر تطلع منه طالعك فيه موقع بشرح لك كيف تستخرج طالعك منه يعني أنا معطيك زبدة الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا السنوية برج الحود طبعا بالنسبة لبرج الحود بيتك الأول هذا اسمه البيت الأول هو بيت الشخصية والمظهر الخارجي وطريقة التعبير عن أنفسنا اتجاه الغير طبعا من بداية العام راح تشعروا أنه انتوا طاقتك ضعيفة شوي الأمور مش ماشي زي ما بدكم مضغوطين في عندكم شوية أوجاع أو تعب بصير نفسي بتفقدوا ثقتكم وأمالكم بالغير طبعا إمتى بتتحسن هاي الأمور هي بتتحسن من 18-2 ولغاية 4-4 قوة الشخصية بتصير من 14-5 ولغاية 20-6 ومن 29-12 ولغاية نهاية العام السبب أنه أول إشي الشمس لما تنتقل وتوصل لعندك لبيتك اللي هي من 18-2 لغاية 20-3 لما بيجي عيد ميلادك هي بداية سنتك الجديدة عشان هيك ما قبلها بيكون في نوع من أنواع الصعوبة عليك صحيح أن الزهرة من 25-2 لـ 21-3 رح تغير كثير من الأشياء اللي موجودة عندك وتحسينات رح تكون قوية جدا لدرجة أنك رح تتفاجأ من الأحداث ولفت النظر وسهولة تأديت الأمور يعني إنجازك للأمور رح يكون أسهل صحيح أن المشتري رح يكون موجود من 14-5 وحتى 20-6 في الدرجات الأولى من العشرية الأولى من برجك ولكن هاي تأثيرها رح يكون على موليد أول 5 أو 6 أيام من موليد برج الحوت هم اللي رح يشعروا بهاي الفترة بقوة الحضوض من 18-10 ولحتى نهاية العام برضو بتحس بفارق أكبر في هاي الأمور وبتصير الشغلة برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية نبتن شوي رح يعزز الوسواس عندك فترة تراجع اللي من 25-6 إلى 1-12 بتتخوف وبتتوسوس وبتقلاق وبتحلم أشياء من هذا القبيل وفترة تراجع المشتري هي من 26 لغاية 28-7 بدك تحذر فيها خصوصا موليد العشرية الأولى هم رح يفقدوا كثير من الحضوض يعني الحظ رح يتخلى عنهم في هاي التواريخ أما بالنسبة للبيت الثاني اللي هو برج الحمل هذا بيت المال إمتى المال بتحسن؟ إمتى بتجيني فرص للمال؟ هذا سؤال كثير الناس بتسألوه طبعا هي اعتماد كل رح يكون على برج الحمل البيت الثاني لا إلك لأنه هذا بيت الممتلكات والأموال والمكاسب المادية والروحانية والمؤسسات المالية والبنوك والمعادن الثمينة وما يتوجب علينا استثماره والإنتاج وردود أفعالنا تجاه الظروف المالية من قروض وديون طبعا السنة اللي هي عشرين عشرين اتعبتوا فيها كثير لأنه كان المريخ موجود في بيت المال فضغطكم ماليا كثير وحتكوا في امتحانات صعبة جدا السنة طبعا المريخ رح يطلع يوم سبع واحد المريخ رح يطلع من عندكم فعشان هيك رح تشعر بالانتعاشة في فترة خروجه من بيت المال طبعا انت أفضل الفترات المالية اللي رح تمر عليك السنة هاي هي من عشرين ثلاثة لغاية تسعة عشر أربعة أولا بوجود الشمس من عشرين ثلاثة لتسعة عشر أربعة رح يعزز النقاط بقوة ورح تصادف ان وجود الزهرة رح يكون موجود في نفس المكان من واحد وعشرين ثلاثة لأربعة عشر أربعة فرح يندعش الوضع المالي بشكل جيد جدا وتجيك مكاسب وهدايا وما بتتوقعها أما بالنسبة للبيت الثالث وهو إلو علاقة بالسفر القصير والتنقلات والاتصالات ووسائط النقل والاستراد والتصدير والدراسات والهوايات والامتحانات وعلاقتك مع الجيران أمور إلها علاقة بالشراء والبيع وعلاقتك مع الإخوة والأخوات والأقارب المفروضين عليك والمقربين والأصدقاء المقربين طبعا هذا البيت برضو كثير ناس بتستنى بتقول لك إمتى أنا بدي أنشط بالتجارة أو بدي أشتري سيارة أو ممكن بدي أشتري تليفون أو بدي أنجح في امتحاناتي لغاية الثانوية العامة اللي هم تبعين الثانوية العامة تحديدا أو من الابتداء إلى الثانوية العامة هاي الفترات رح تكون قوتها من 14 أربعة لغاية عشرين خمسة الشمس لما تكون موجودة من 19 أربعة لعشرين خمسة بتمنحها قوة عالية جدا وأيضا وجود الزهرة من 14 أربعة لغاية تسعة خمسة رح تعطي قوة بالزيادة وحضوظ عتنقلات واتصالات سفر سيارة واوة وإلى ما لنهاية حسب كل واحد وتخصصاته أو اهتماماته أورانوس طبعا رح يكون أنهى عملية التراجع من 14 واحد لعشرين ثلاث وجوده رح يعمل نوع من البداية في نوع من أنواع الضغط ولكن رح يمشي بالمسار الصحيح لإله رح يجيب لك أشياء مفاجئة على المستوى اللي إله علاقة إما بسفر مفاجئ اتصالات مفاجئة أخبار مفاجئة شغلات من هذا القبيل بدك تحذر بشكل كبير لما بدخل المريخ اللي هو من سبعة واحد لغاية أربعة ثلاث من المجازفات والمخاطرات يعني ما تجازف وما تغامر كمان عندك أنت خصوف القمر رح يصير في هذا البيت رح يضعف من طريقة اتصالاتك ويرفع من عصبيتك شوي يعني المريخ رح يرفع في فترته اللي هي من سبعة واحد لأربعة ثلاث وأيضا خصوف القمر الجزئي في تسعة تاشح داعش رح يأثر عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا البيت الرابع اللي له علاقة بعلاقتك بالبيت والعائلة له علاقة بالعقارات بالطفولة بالسكن محل الإقامة حياسة الأمتعة الأثاث والحياة العائلية وبيدل برضو على الأب فعشان هيك الفترة اللي رح يتركز عليها الأمر على هذا المستوى هي من أربعة خمسة ولغاية واحد وعشرين ستة ومن اثنين وعشرين ستة لغاية احد عشر سبعة رح يصير لك اهتماماتك كبيرة على مستوى البيت ممكن تكون مناسبات ممكن أفراح ممكن إنجاز بعض الأمور ممكن تشتري بيت أو تنجل من بيت لبيت ترحل مثلا أو تستثمر في العقارات الأقوى هي فترة وجود الزهرة اللي هي من تسعة خمسة لغاية اثنين ستة بدك تحذر من المشاكل والخلافات اللي ممكن تصير على مستوى البيت أو العائلة أو مشاكل على مستوى السكن هي فترة تراجع عطارد اللي بعطيك عصبية بخليك مش مركز مزبوط أو تهمل في بعض الأمور اللي هي من ثلاثين خمسة لغاية اثنين وعشرين ستة وجود المريخ برضو من أربعة ثلاثة لغاية ثلاثة وعشرين أربعة بيضغطك على مستوى مشاكل عائلية أو إشي بلفت انتباهك العلاقة بالمسكن أو بالبيت كسوف الشمس الحلقي رح يصير برضو في بيت البيت في يوم عشر ستة فقبله بثلاث أيام وبعده بثلاث أيام بدك برضو تكون حذر أما بالنسبة للبيت الخامس وهو بيت الحضوض المطلقة بيت المكاسب المطلق بيت العاطفة والحظ والمقامرة والترفيه المسارات وعلاقتك بالأولاد والفنون واللذات والتجارب الجنسية والرغبات الجنسية والشهوات المادية والمضاربات المالية قوة هذا البيت رح تعطيك الحضوض المطلقة هي فترة من اثنين ستة لغاية ثمانية وعشرين سبعة وجود الشمس اللي رح يكون يوم واحد وعشرين ستة لغاية اثنين وعشرين سبعة رح يعطيك حظ قوي جدا ولكن الفترة اللي ممكن يصير فيها علاقة عاطفية أو ارتباط أو خطوبة أو لقاء حبيب أو إلى ما لنهاية من الأمور الإيجابية هي من اثنين ستة لغاية سبعة وعشرين ستة بدكوا تحذروا أثناء فترة وجود المريخ اللي ممكن يسوي خلافات ما بينك وبين الأحبة أو سوء تفاهم أو ردات فعل سلبية هي رح تكون من ثلاث وعشرين أربعة لغاية اثنين ستة أما بالنسبة للبيت السادس اللي هو برج الأسد هذا بيت صعب شوي يعني بيضغط على الصحة بيضغط على العمل فعشان هيك بتكوا تركزوا بالتواريخ مزبوط معي العمل والصحة والخدمات والطعام والحيونات الأليفة الحاجيات اليومية المسئوليات اليومية والمهام التغذية الحمية وعلم الطب وملحقاته والأمراض العابرة والحوادث اللي ممكن يتعرض لها الشخص لها علاقة في البيت السادس طبعا هي أقواها اللي رح يكون لها فعالية قوية هي من سبعة وعشرين ستة ولغاية نين وعشرين ثمانية طبعا وجود الشمس في هذا البيت ممكن شوي تشعر ببعض التعب أو الوعكات الصحية أو أشياء بتطلب منك عمل فحوصات هي من اثنين وعشرين سبعة لاثنين وعشرين ثمانية طبعا الزهرة رح تمنحك حظ إما بعمل جديد أو ترقي بالعمل أو مساعدة زملائك لإلك أو تقييم لإلك جيد أو ممكن تكون مريض وفي هذا الفترة تجد العلاج المناسب لإلك اللي هي من سبعة وعشرين ستة لاثنين وعشرين سبعة بدك تحذر وتراقب صحتك وإن شعرت بشيء غير اعتيادي بدك تراجع طبيبك هي فترة وجود المريخ وابتعد عن المشاكل في مكان العمل من إحدى على الستة لغاية تسعة وعشرين سبعة أما بالنسبة للبيت السابع طبعا البيت السابع اللي هو برج العذراء وهذا مقابلك تماما الحلو أنه هاد بعطيك حضوض قوية جدا على مستوى الشراكة والعاطفة والزواج الشراكة بالعمل الشراكة العاطفية السمعة الشخصية خطوبة زواج حتى اللي بدهم يتطلقوا الفترات الإيجابية ممكن يستغلوها توقيع العقود والأمور التجارية والأعداء الظاهرين والعالم الخارجي والقضايا والدعاوى القضائية طبعا هاي الفترة رح تكون من 22 سبعة لاثنين وعشرين تسعة الفترة اللي رح يكون فيها الأمر أن طاقتك ضعيفة ولكن فيه أمور إلها علاقة ممكن خطبة أو زواج لموليد برج الحوت أو حتى شراكة مالية معينة أو قضية قضائية بدهم يرفعوها هي من 22 ثمانية لاثنين وعشرين تسعة الحضوض بتمنحك الطاقة العالية جدا وفرصة الارتباط وتكون عالية وفرص الزواج السنة رح تكون قوية جدا هي من 22 سبعة لغاية 16 ثمانية وجود المريخ من 22 سبعة لخمستاش تسعة هاي ممكن تعمل صدامات أو خلافات ما بينك وبين أزواجكم فديروا بالك وابعدوا عن أي شيء ممكن يخلي فيه مواجهة توصل للقضاء بهاي التواريخ أما بالنسبة للبيت الثامن هو بيت التاركات بيت الديون بيت الضرائب الشؤون المالية المتعلقة بشراكة وصحة أحد الأحبة بتدل برضو على التغيير والروحانيات والعالم الآخر الجنس الشهوات والاختفاء الاختفاء يعني سرقة ضياع فقدان أشياء اختفاء أشياء ماشي هسا هاي الفترة هي من 16 ثمانية لغاية 16 الشمس بوجودها من 22 تسعة لثلاثة وعشرين عشرة ممكن تخليك تحل قضية مالية ممكن تجيب لك قرض تجيب لك مساعدة تبدأ بشراكة جديدة مثلا يعني تركز على الأمور الإيجابية الزهرة رح تجيب لك حضوظ أكثر في هاي الأمور رح تعطيك طاقات أعلى في هاي الأمور اللي هي من 16 ثمانية ولغاية عشرة تسعة بدكو تديروا بالكو فترة تراجع وطارد من فقدانكو لبعض الأمتعة أو فقدان أموالكو أو ينتصب عليكو هي فترة من 27 تسعة لغاية 18 عشرة وأيضا وجود المريخ اللي بيعمل خلافات أو صدمات أو شكوك برضو في بعض الأمور هي من 18 تسعة لغاية 30 عشرة أما بالنسبة للبيت التاسع وهو أقوى البيوت أو من أقوى البيوت تأثيرا عليك إيجابيا وبرضو الكل بيستنى في هذا البيت أو بيسأل عنه إمتى بدي أسافر أنا برا إمتى بدي أهاجر هذا بيت السفر البعيد والاتصالات مع أشخاص أجانب أو خارج البلاد الفلسفة الدين المعتقدات الروحية الدراسة الجامعية وامتحناتها ومتعلقاتها أمور اللي إلها علاقة بالاستراد والتصدير الأمور القضائية الحكم اللي بيصدر لا إلك أو لمصلحتك أو القضايا اللي حاب ترفعها وتكون نتيجتها لا إلك طبعا هذا البيت رح يتركز عليه العمل من عشرة تسعة لغاية سبعة عشرة ومن ثلاثة وعشرين عشرة ولغاية أربعة وعشرين احداش أفضلها وجود الشمس اللي هي من ثلاثة وعشرين عشرة لاثنين وعشرين احداش وقمة حضوضها حتى بالهجرة والسفر والأمور هاي كلها بتيجي بوجود الزهرة اللي هي من عشرة تسعة لغاية سبعة عشرة المريخ ممكن يخليك تتصرع في بعض القرارات أو تتهور في أمور من هذا القبيل وبرضو بدك تنتبه أنه في الفترة هاي أي امتحانات بدك تركز عليها بشكل جيد وحاول ما تخسر أي واحد أجنبي أو خارج البلاد أو تعمل مشاكل في مكان تعاليمك هي من ثلاثين عشرة لغاية تلتعاش تتناش وإذا كان عندك سفر بالفترة هاي بدك تتفقد كل أوراقك وأمتعتك أما بالنسبة للبيت العاشر هو بيت السمعة طبعا هذا بيت المركز الاجتماعي والشؤون الحكومية والسياسية وعلاقتنا برؤسائنا وزملائنا في العمل والترقيات وإثبات الذات والمشاريع المهمة كما أنه هذا بدل على الأم طبعا هذا البيت هو بيت السمعة يا بشهرك وبرفعك لعلى المستويات يا إما بفضحك وبنزلك تحت الأرض يعني بمعنى آخر على حسب جاهزيتك وتصرفاتك هذا البيت بتعامل معك من بداية العام لغاية ثمانية واحد بيشتغل هذا البيت بيكون قوي من سبعة عشر لغاية خمسة احدى عش بيكون قوي ومن اثنين وعشرين احدى عش ولغاية واحد وعشرين اتناعش بيكون قوي طبعا وجود الشمس فيه من اثنين وعشرين احدى عش لواحد وعشرين اتناعش هي الامتحان جهوزيتك انك انت جاهز تستحق الترفيع والترقيه هل في خلافات ما بينك وبين زملائك ورواساك بالعمل هل في فضايح عليك هاي بدك تنتبهلها بالفترة هاي بدك تكون جاهز ومعبيها عشان الترقيات الزهرة رح تدعمك في هذا البيت وتجيب لك حضود ممكن ترقيه ترفيع نجده من موقف معين شخص اهم تدعمك في موقف معين هي من بداية العام حتى ثمانية واحد ومن سبعة عشرة ولغاية خمسة احدى عش بدك تحذر من تشويه السمعة وبدك تحذر من الخلافات وبدك تحذر من اي شيء له علاقة بالمجازفات ومخالفة القوانين هو من 13-12-2021 وحتى نهاية العام وفترة خسوف القمر الكلي يوم 26-5 وخسوف الشمس الكلي من يوم 4-12 قبلها بثلاث ايام وبعدها بثلاث ايام بدك تنتبه من هاي الامور اما بالنسبة لبيتك 11 هو بيت العلاقات الاجتماعية بيت علاقاتك ورغباتك الاماني الامى للصداقات النشاطات الاجتماعية والاصدقاء الموتوق فيهم اللي بيقدموا لك نوع من انواع الدعم والحماية واتباع العواطف المتعلقة بالحب العذري طبعا افضلها واقواها رح ينشط هذا البيت بنشاطات اجتماعية وامور جيدة لصالحك هي من بداية العام ولغاية 1-2 ومن 5-11 وحتى نهاية العام اقواها رح تكون بوجود الشمس ولكن ما رح تحطيك القوة اللي انت بدك إياها ممكن تنشط اجتماعيا او دعوات وعزائم وزيارات واشياء من هذا القبيل وتنشط بين صداقاتك من بداية العام وحتى 9-1 ومن 21-12 وحتى نهاية العام ولكن الزهرة رح تقوي هذا البيت بشكل قوي وتجيب لك فرص واصدقاء ومعارف جدد وهو ممكن انهم هم اللي يدعموه هي من 8-1 لغاية 1-2 ومن 5-11 لغاية 19-12 بدك تحضر فترة تراجع بلوتو اللي هي من 27-4 لغاية 16 من بعض الخلافات مع بعض الاصدقاء وممكن تخسر صديق او صير خلاف او تكتشف خيانة صديق للك وفترة تراجع الزهري اللي رح تتيجي في نهاية العام اللي هي في 19-12 وحتى نهاية العام برضو بتأثر على هذا البيت بشكل قوي طبعا بالنسبة الآن وصلنا لبيت المتاعب وهو أعنف البيوت وأسوأها هو يعني فيه إيجابيات له سلبيات ولكن سلبياته أكثر من إيجابياته اللي هو البرج ما قبلك بيتك 12 هو برج الدلو طبعا هذا بيت المؤسسات الكبيرة والمستشفيات اللي هي أنت ممكن تدخل مستشفى أو تعمل عملية أو تضطر لدخول مستشفى بيت السجون اللي هم ممكن تخالف القوانين أو تنسجن صلاة عرض الفنون التقييدات والأسرار اسمه بيت متاعب بيت المحل الكبيرة بيت الأمراض الخطيرة والمهلكة والمزمنة والسجون والمعتقلات والأعداء الخفيين والوحدة والعزلة له الاكتئاب وما هو مقدر على الإنسان طبعا هذا الإشي رح يبدأ من بداية العام هو بدأ معك تلقائيا من قبل فترة من بداية العام لغاية 14-5 ومن 18-10 ولغاية 29-12 أصعبها هي فترة وجود الشمس في هذا البيت اللي ممكن أشخاص يوعدوك ويخلفوا ما يوفوا معاك ممكن يصيبك نوع من أنواع الإحباطات من تصرفات بعض الأشخاص ممكن تفشل علاقات ممكن تشعر بتعب صحي بنصحك مراجعة الطبيب طبعا ما تستهين بالأشياء اللي ممكن تصير هي من 19-1 لغاية 18-2 طبعا وجود الزهرة ممكن يخفف عليك من 1-2 لـ 25-12 يكون زي الملاك الحامل عليك لأنه ممكن تدخل مثلا مكان مجهول وفيه خطر في الفترة هاي فالزهرة ممكن يشكل لك نوع من أنواع الحماية ممكن ناس تتآمر عليك هو يكشف لك إياهم وجود المشتري برضو من بداية العام وحتى 14-5 ومن 29-12 وحتى نهاية العام بيخفف عليك كثير على بيت المتاعب يعني بيحميك من المكائد بشكل كبير وممكن تكشف أي شخص بيحاول أنه يتآمر عليك زحل هو اللي ممكن يجر هدول الأشخاص أو يخلهم يطمعوا فيك لأنه وجوده في بيت المتاعب يضغطك بشكل كبير عشان هيك من يقول لك بدك تراجع الأطباء إن شعرت بشيء غير اعتيادي وهاي الفترات راح تكون من بداية العام وحتى 23-5 ومن 11-10 وحتى نهاية العام أصعب الفترات اللي أنت بدك تنتبه فيها اللي هي فترة تراجع عطارد هي من 33 وحتى 21-2 هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا العام والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر